المتابعة نضم إلينا من موسكو سيد رامي القليوب الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو سيد القليوب لماذا لجأت روسيا اليوم إلى مجلس الأمن إن كان المجلس قد فشل في استصدار قرار بألية تحقيق ولم تجد خمس جلسات سابقة خلال أسبوع طريقها لمنع الضربة ماذا كانت تتوقع روسيا بالتحديد؟ في الواقع الهدف من إحالة القرار الروسي إلى مجلس الأمن كان هو إصدار رسالة سياسية وديبلوماسية إلى الغرب لإدانة الهجوم الصاروخي على سوريا الذي هدف ليلة اليوم وروسيا تدرك أنه ليست لديها خيارات عسكرية للرد على الغرب لأن أي تصايد عسكري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها نعم لكن ألا يتناقض ذلك سيد القليوبي مع ما أشار إليه بشار الجعفر بأن بلاده وحلفائها سوف تقوم بالرد الغاشم أو بالرد على هذا العضوان الثلاثي الغاشم إذن هل يمكن أن نتنبأ بتحرك عسكري ما من قبل النظام السوري بخلاف أو بمعزل عن روسيا من خلال هذه التصريحات وفي الواقع كما فكرتم بشار الجعفري هو مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وليس روسيا وأنا لا أعتقد أن القوات الحكومية السورية ستنفذ أي تحركات عسكريا بعيدا عن حلفائها الإيرانيين والروس لا سيما وأن روسيا أظهرت مرارا أنها تسعى لتجنب أي صدام عسكري مباشر مع الغرب وسبق لها أن غدت الطرف عن قصف المواقع السورية والإيرانية طالما لم تتعرضت قاعدتين ترطوس وحميمين للخطر أو لأي استهداف إذن ما هي السينيريات المتوقعة يعني بشكل الرد فيما يتعلق بهذه الضربة سواء من قبل موسكو أو من قبل حلفاء دمشق يعني إيران وحزب الله هل من المتوقع مثلا أن تخرج روسيا بمبادرة جديدة هل يمكن أن ينعكس ذلك على موقف ما في جينيف المقبل في أستانا ماذا تتوقع؟ أتوقع أن ترد روسيا على الهجوم الساروخي بزيادة دعمها للكوات الحكومية السورية وقد ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم أن روسيا قد تزود دمشق بصواريك S-300 للدفاع الجوي بعد أن تراجعت عن تزودها سابقا وهذا ما يجري وعلى الأغلب سيستمر في سوريا هو المواجهة بين الكوب والكبرى بأياد الآخرين دون ضلوع أو صدام مباشر أما حلفاء دمشق مثل إيران وهزب الله فهم أكثر تحكما على الأرض وليس في الأجواء السورية بينما تقدم روسيا نفسها على أنها تسعى لتحويل الانتصار والتقدم العسكري إلى مصار سياسي وغالبا ستستمر في ذلك شكرا جزيلا لك من موسكو كنت معنا سيد رامي القليو بالأسد وكرية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو اشتركوا في القناة